السلام عليكم فيديو جديد وهنشرح فيه النهاردة درس الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المباشر والغير مباشر اللي هو الديريكت والإين دايريكت طيب هنبدأ أول حاجة به الريبورتد ستيتمنت الجملة الخبرية طيب أنا عندي هنا ثلاث جمل أول جملة بتقول He said to me I have been to a swan وتاني جملة He said I will help you do your homework وتالك جملة He said I'm doing my work now طيب أنا إزاي أحول أي جملة خبرية يعني بدأ بsubject فاعل وبعد كده verb وبعد كده object مدام هي جملة statement عندي شوية خطوات أول خطوة الفاعل ينزل طيب فين هنا الفاعل اللي هو He هادي هو He طيب تاني حاجة فاعل القول طيب فاعل القول عندي هنا سدته وهنا سد يبقى عندي فاعل القول دوت لي كذا جزء يقول لي لو سد هتفضل زي ما هي سد طيب لو سدته هتتحول تبقى told بس told ده محتاج مفعول بعده يعني لازم بعده شخص تاني زي هنا He said to me يبقى He told مي هو أخبرني تمام طيب ثالث خطوة هحزف الأقواس واربط بذت وخد بالي ذت ديت في الجملة الستيتمنت الخبرية ايه دي الأقواس هاي وايدي ذت بقى معناها He told me that هو قال لي إن طيب هو في الجملة السية بيقول He said to me هو قال لي I have been to a swan أنا رحت الاسوان هو اللي بيتكلم تمام لكن أنا هنا بنقل الكلام على لسانه فبقول He told me that تمام هو قال لي إن مين مش أنا بقى لا هو يبقى ذات هي يبقى أنا عندي هنا خطوة تاني ربعة اللي هي الضماير تتغير حسب المعنى هنا عندي I تحولت لهي طيب وأنا I خدت هذا المفروض هي تاخد هذا يقول لي لا off بقى عندي هنا الجزئية دي مهم قوي يقول لي أي فعل مدارع أجيب الماضي بتاعه يعني أي مدارع يتحول لماضي طيب لو post symbol لأ الماضي يقول لي يتحول لي post perfect ماضي تام طيب post continuous post perfect continuous تمام يبقى أي مدارع أقلبه ماضي وأي ماضي أقلبه ماضي تام يبقى هزهن هو لأ هتبقى هي he had been to أسوان نقطة يبقى بدل he said to me I have been to أسوان اتحولت بقى he told me that he had been to أسوان هو قال إن هو راح لأسوان طيب تاني جملة يقول لي he said I will help you do your homework تعال بقى أحول أول حاجة قولنا بنزل الفاعل اللي هو he طيب هنا فعل القول said to ولا said لا دا said لو said عندي بيسيبها زي ما هي يبقى هي said أحسف الأكواس وأربط بي that هو قال يبقى إن هو I تبقى he طيب will عايزة نزلها قلت أي مضارة بقلبه ماضي الماضي من will would help هيساعد مين you لأ الدمير دا يتحول يبقى help me do your لا my homework طيب التالتة he said I'm doing my work now نفس الفكرة يبقى he said هحزف الأكواس that he هنا المفروض هنزلها تبقى is الماضي بتاعها اللي هو was doing his homework أو his work وعندي بقى now عندي group كده هوت من الرابط الزمنية المفروض box كده أحفظه ان عندي لما بشوف now بحولها تبقى then طيب ايه هو group ده يقول لي this تبقى that these those now then yesterday day the day before أو the last day أو the previous day tomorrow the day after أو the next day ده كده طريقة تحويل الجملة الستيتمنت الجملة الخبرية من direct لإن direct من كلام مباشر على الثان الشخص لكلام حد بينقله على الثانه تمام طيب دلوقتي هندخل على الأمر والنهي في الكلام المباشر وغير المباشر طيب عندي جملة بتقول the doctor said to me stay in bed for three days وجملة ثانية مستر خالد said to the students open your books وجملة ثالثة he said to his friend don't neglect your homework طيب هنا أنا عندي جملتين يعتبر شبه بعض اللي هما فيهم أمر وجملة فيها ناحية طيب أول جملة كنتعا نحول بنفس الطريقة اللي كنا بنحاول فيها في الجملة الستيتمنت الجملة الخبرية the doctor said to me يبقى the doctor said to بقى أنا في الستيتمنت كانت سيد بسيبها زي ما هي سيد وستو تبقى بسيبها زي ما هي mr. خالد mr. خالد said to the students open your books نفس الفكر يبقى mr. خالد said to بقى هنا دي مش نصيحة لعدا هنا أمر يبقى ordered he said to his friend don't neglect your homework هنا هنزل هنا don't لأ هتبقى not to ونزل الفعل neglect his homework يبقى هو حذر صاحبه ما يهملش الواجب بتاعه طيب دلوقتي هندخل على question السؤال طيب أنا عندي هنا طريقتين للسؤال لو سؤال عندي wh question تمام يعني سؤال بأدات استفهام أو سؤال بفعل مساعد auxiliary verb طيب أول صيغة هنمتسك أول جزئية هنا اللي هو السؤال bwh question في البداية كده أنا هتعامل برضو بنفس طريقة اللي بفك بها أي جملة اللي هي بنزل أول حاجة الفعل هذه زين طيب عندي جملة بتقول زين سد وأحمد what are you doing now زين قال أحمد أنت بتعمل إيه دلوقتي طيب في الجملة الخبرية سد كيف تفضل سد وسته told بس هو هنا عشان بيخبر طيب في الأمر أو النهي كان على حسب يهم بقى order يهم ورند يهم advised على حسب نوع الجملة طيب هنا ده سؤال سد وتنزل أسكد يبقى زين أسكد أحمد وأسكد زي told بتحتاج مفعول بعده أحزف الأقواس في الجملة الخبرية كنت بربط بالذات في الجملة الأمرية كنت بربط بالتو والمصدر جملة النهي نوت تو والمصدر في السؤال يقول يبقى عندي طريقتين لو سؤال بWH أو هاو بعدها أي حاجة أنزلها واربط بيها طيب لو سؤال بفعل مساعد أحزفه واربط بF أو weather وأتأكد أن هي أم H weather اللي فيها H عشان فيه تانية واحدة تانية اللي هي W E A دي معناها طقس طيب يبقى هنا لأ ده W H انزل يا باشا يبقى وات عندي بقى قعدة حلوة قوي هنا لازم بعد أداة الربط أجيب الفاعل يعني إيه يعني أعمل مقص أكني بجاوب على السؤال ده بدل Are you لأ هعمل مقص طيب هو زين بيسأل أحمد أحمد هو he طيب or تنزل is لأ أنا عندي أي مدارع لبو ماضي يبقى what he was doing و now خدت النهيب تتحاول تبقى then ونقطة كل اللي أنا عملته تأكد لي قوي من الربط بتاعك أو أداة الربط بتاعتك بعدها فاعل طيب الجملة اللي تحت زين ستو أحمد what were you doing yesterday هنا أنا بزمن في الجملة الأساسي غير الجملة اللي قبلها بس هحاول زين مانا then أسكد أحمد أحزف الأقواس what he يقول لي بقى هنا أنا post continuous وانا حدت أن post continuous بتحاول post perfect continuous يبقى بدأ where you're doing لا تبقى had been doing ويستر دي كنت واخد النية تحاول تبقى the day before طيب جملة اللي بعد كده زين سد عادي زين بس سد ما نفعش حاولها الأسكد هنا حاولها لإيه عندي يا أم want to know يما inquired يما wondered want to know عاوز يعرف inquired بيستفسر wondered بيستعجب هنا الجملة دي طبعياتها بتقول do you go to school regularly هل أنت بتذهب للمدرسة بانتظام يبقى هنا inquired مثلا بيستفسر يبقى they inquired هحذف لو فعل مساعد قلت لو فعل مساعد هحذفه واربط ب if whether يبقى they inquired if i go مضارع مضارع قلبه ماضي يبقى to school regular طيب اللي بعد كده zain said did you eat dinner last night يبقى zain مثلا هنا wanted to know هحذف الاقوى سور بي if you تبقى i مثلا تمام did we eat لا ده post simple يبقى post perfect يبقى had eaten dinner last night تبقى that last night ده كده طرية تحويل question بحالتين بتققى اللي هو wh question او الفعل مساعد ندخل دلوتي على الجزء الخاص بالlistening والreading بتاع three units الخاصين بدرس reported speech اول unit اللي هي unit nine تكلمنا عن finding work ايجاد العمل اللي سننج بتاع ما بين interviewer وي واحد اسمو mr farg good morning please sit down thank you first of all thank you for sending us your cv cv biology and chemistry that's right and you are 25 years old do you have a driving license license يعني رخصة yes i do i passed my test last year what have you been doing since you left university عند بتمل من ساعة ما غدرت لجمع i've been working as a sales assistant work as يعمل وييجي بعدها الوظيفة الجب a sales assistant in my uncle's pharmacy i see so you have some sales experience وقبلك النسم يجي بعدها كلمة experience عالي ان هي uncountable now i wonder if you could tell me why you are leaving your uncle's company yes of course i should start by saying that i have gained a lot of experience working for my uncle but i am quite anxious and again يجي معاها الحقاة المعنوية وامشوز يعني طموح and i'd like to travel around in my job and visit other places yes he does he is encouraging me to look for jobs encourage to will muster good and why do you want to work for us لعشتغل معنا my uncle told me that yours is an established company يعني شركة راصخة أو مؤسسة أو عظيمة with a very good reputation reputation يعني سمعة in the medical profession في المجال الطب that's right my uncle has sold your products for many years products يعني منتغات and has never had any problems with them وامر مواجه مشكلة فيهم and why do you think you would be good at the job لئي انت تلقاياس في الشوال well i have always been a conscientious worker and a sociable person so i have enjoyed meeting and talking to customers i'm also well organized so i'd always make sure i arrive the time for appointments right now at the moment you're living with your parents in Nasser how would you feel if we ask you to work in another part of the country that would be no problem if i were given the job it wouldn't matter to me where i was living and working fine thank you very much for your time so far we have your telephone number and email address we aren't interviewing anymore people today i'll contact you on saturday morning to let you know the result of this interview thank you very much goodbye goodbye this is this is this is this is this is this is one applicant that is this is that is this is this is this system that is this leak after you this after we have the reading that is it how the cv it the what the home address you can write contact information the information which is in the the phone number email بعد كده بتدخل على دي او بي اللي هو date of birth تاريخ ميلادك nationality جنسيتك education education يفضل ان هي من القديم للجديد بتقول القديم بتاعك وبعد كده من 2018 هكذا من 2018 ال present للفترة الحالية انت شغال ايه؟ او بتتعلم في ايه؟ work experience خبرة العمل من كذا وكذا achievements and awards تتكلم عن academic الحاجات اللي علاقه بالمجال بعد كده الحاجات الغير academic اللي هي مثلا الرياضات بتاعتك المنشطة زي هنا sports and other activities skills بتاعتك المهارات عندك IT هنا وعندك language interests اهتماماتك sports and travel تبدأ تحكي بها بكل حاجة طيب عندنا جوزة خاصة بال abbreviations مهمة جدا abbreviations يعني اختصارات طيب education certificate PO books post office books language language notes بتاعتنا applicant to candidate and nominee applicant طالب وظيفة متقدم للوظيفة applicants for the job they should send their CVs to the company ينبغي ان هما يبعتوا CV بتاعهم للشركة candidate مرشح للوظيفة there are only 3 candidates for the next presidential elections 3 مرشحين للاندخابات رئاسية القدم nominee مرشح رسمي معلن it was an anonymous vote and the nominee was declared elected there there are many members that are known appointment to meeting interview appointment 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 meeting اجتماع الناس مع بعض في نفس المجال the manor is having a meeting with his employees now interview مقابلة شخصية بيبقى واحد وصد واحد وواحد مسك واحد وهريء اسئلة she has an interview next week for the secretary's job on time or in time on time لو قولها تلك الدرس الساعة ثلاثة يبقى أنت ثلاثة بالثانية في الدرس in time قبلها مثلا من خمس دايب روباء ساعة عشر دايب يبقى on time the employees always arrive their work on time الموظفين المرتزمين دائما بيوصلوا في معادهم بالضبط you should arrive your interviews in time لازم أن توصل قبل معادة الانترفيو بتاعك بشوية علشان you need time to relax especially 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 من غير اي دي هتلاقي بعدها تصريف ثالث the string was especially made صنع خصيصا especially معناها خاصة teenager are very fashionable conscious especially girls خاصة البناة سوشيبول و سوشيبول سوشيبول تتقال عالشخص ما هي مور سوشيبول than true she gets on with people quickly بتتعامن بع الناس بسرعه سوشيال سوشيال اي مهتاجة كلمة بعدها قولك مثلا سوشيال ميديا سوشيال problems سوشيال نتوركيه سوشيال نتوركيه سيتدى تقالعالشخص سوشيال نتوركيه سوشيال نتوركيه سوشيال نتوركيه خصو هارد سكيلز أو صوفت سكيلز بدل بيرسول سكيلز البيرسول اي صوفت سكيلز هي مهارات شخصيه يعني ايه يعني انت مولود بيه أبريكنت سوشيال هارد سكيلز as well as personal سكيلز طيب الهارد سكيلز المهارات مكتسبة انت بتتعلمها بقى اي حد بيتعلمها هارد سكيلز include writing programming طيب ده الجدول يا شباب اللي ما تنسوش تحفظوه جدا 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 علشان دي التخويلات اللي انت هتستخدمها في الDIRECT و ال INDIRECT و الDIRECT و ال INDIRECT these that these those here there now then ago before earlier today the day tonight the night yesterday the day before of the previous day tomorrow the next day of the following day of the day after last but the not before of the previous end next is the not after and the following كذا تعالوا نخلص الليسنينج و الريدينج بتاع كله بعد ان نحل مرة واحدة طيب يونيتين تكلمنا عن سيرساس السترينج رايس و البيوت البيوت بتاعت day و ما تنتلغبط ما بين poetry دي معناها شاعر وبيوت ده الشاعر اللي هو سيرساس السترينج رايس والبيوت القصيدة اللي هي day طيب اللêس انكتنا I'm a journalist and I meet many interesting people yesterday I met Andy Turner super en 20th century poetry who is writing a book about english poet Sir سيلس serving ريس this is what he told me expert on يعني خبير فيه first i asked Andy where the poet had grown up grown up يعني انشاء he told me that Sir Cecilus spring rice was born in london in 1859 he was the son of a diplomat diplomat يعني رجل ديبلوماسي then i asked him if he could tell me about spring rice's career يعني الحياة العملية he said that after getting a degree وعندان هنا after جيب عدى فربلوس اي نجاحا ما فيش فاعد ونحا تاني جبتلك اب بكم شاقال a diplomat and had spent time in north america he became friendless with the future president of the usa fader roosevelt his work then took him to many different countries i asked him which country spring rice had worked in and he said that he had been a diplomat in japan iran and russia he had also worked in cairo he then became an ambassador and returned to the usa to become the british ambassador to the united states in 1912. then i asked what he had done as an ambassador to the united states and turner said that while he had been in the usa spring rice had persuaded the president that aqna raiz and the united states should help britain during the first world war they died they did this in 1917 unfortunately spring rice died a year later in 1918 i asked him whether it was true that he had helped students at oxford university i didn't ask andy if he could talk about spring rice writing he said that spring rice had written poems throughout his life and through his life although they were only published after he died he also helped me to translate many burjian poems into english burjian pharise finally i said that spring rice had clearly been a busy man and he asked Andy why the ambassador had written poems he said that he had probably found writing is a good way to relax and also expresses his feelings to talk about ideas many people say that it's easier to express a feeling or an idea in a short poem than in a story i'm busy said the sea i'm busy said the sea i'm busy think of me making continents to be i'm busy said the sea i'm busy said the rain when i fall it's not in vain wait and you will see the grain i'm busy said the rain i'm busy said the air blowing here and blowing there up and down and everywhere i'm busy said the air i'm busy said the sun all my planets everyone know my work is never done i'm busy said the sun sea and rain and air and sun here is a fellow toiler one whose task will soon be done time what is that word? the paraphrase is the first verse the poet here talks about the sea and its role in nature and the work it does it builds up continents on which we live it's the second verse the poet here talks about the rain and its it's important work it does it starts to talk about the water the rain doesn't fall usually but when it falls it helps our food to grow in the field it doesn't matter a lot but if it doesn't matter it helps the food to grow in the field it will help the food to grow in the field the third verse the poet moves to the rule of the air blows everywhere and in all directions cooling down the weather and carrying clouds and helping us to breathe the fourth verse the poet goes on explaining and continuing to describe the work of the nature he talks about the sun he says that its work cannot be denied لا يمكن أن ينكر and that all other planets know the importance of the work he also says that the work of the sun is never finished عمره ينتهي otherwise there would be no worth ولا مشابه في الكوكب the last verse in this last verse the poet describes himself as a hard-working friend and compares between his work and the work of the sea rain air and sun وبحقر شغله بشغل البحر والمطر والهوى والشمس The poem to Eden is Pai Saying that man's work can come to an end شغل البني آدم ممكن يبقى لينهاية آخر اليوم آخر حياته حتى هينتهي But the work of the nature cannot be ended لكن الطبيعة لا تنتهي The message of the poem الرسالة اللي بتوصلها لنا القصيدة ديت Is that the sea, the rain, the air and the sun Will continue to shape the earth Long after our lives are over هيفضل إذا يكملوا في تشكيل الكوكب حتى بعد ما حياتنا تنتهي Unit 11 Lifelong Skills المهارات بتاعت مدى الحياة Two years ago I was made redundant مشيت من العمل When the company I had worked for Since I left school closed لما الشركة اللي اشتغلت فيها من ساعة ما غادرت المجلسة أفلي I looked for a similar job And sent my CV to a lot of companies But I didn't get in interviews حاولت أدوار على شغل وبعت السيفيل شركة كتير بس ولا أي حاجة Someone said I might be too old and 51 نسألت لي واحدة اللي انت كبير جدا واحد وخمسين سانة Said I should try a different kind of job ونصحني إننا نغير الوظيفة They advised me to retrain عايد التدريب This seemed like a sensible idea كتفكرة حكيمة So I looked around and found a course at my local college A course where I could train as a teacher I've just started my second year And I'm really enjoying it وبدأت أول سنة تانية وبسلم تابي About half of the other students on the course Are mature students like me Teaching is so difficult from the job I was doing before مختلف تماما ومن وظيفة للأفلقة I probably won't earn as much as I did ومش حق سفلوز زي ما كنت But I'm sure that work will be very rewarding بس أكيد هيدا مجزي والتانية أبت الله أديني أن I go to university When I left school مراتش جما I got a job as a doctor's receptionist بيت موضقت ستبال عن دكتور After a year I married and I had a family جوستو با عاندي عيلة Now I'm 42 My children are grown up And I like to go back to education وعيزر قال التعليم I think I will appreciate it more now Than I would have done when I was 18 دلوات إنا أدارو عن ما كنت ونزغيرا I always enjoyed English at school So I might study languages أدرس لغات I haven't decided yet لسا مخرج I'd really like to study medicine أيزا تدرس طب But it's a very long course And I can't spend all my life studying بس طويل جدا ومش أقدر أضي حياتي كلها بدرس If I want to start this year I have to apply by the end of next week So I must make up my mind And make up my mind يعني يحكم قرارها أو تصدر القرار Very quickly واحد تاني يقول لنا My name is Paul Roberts I retired from my job as a bank manager تقعات العمل من وظيفة مدير البنك Five years ago من خمس سنين And thought I would enjoy All the extra free time I would have وكنت فاكر أن أستمتع باللوات اللي ضع في الفاضي For the first two years I had a great time أول سنتين دنيا زال فل My wife and I traveled all over the world سفر نحوال العالم But by then I would had enough I needed a new challenge of some kind محتك حاج عملها I needed to be busy again عايزة بأشغال عايزة بأنمشغول Someone suggested doing a degree course I thought they were joking But I started looking around For suitable courses نسألت لي إدريستاني بس افتقردون بألزار بس بعد كده لتتدور Or in the end I enrolled on a science course with the open university It's ideal for me مثالي بالنسبالي I can study at home When I want to بدرس في البت واتمع عايزة Using my own computer The computer بتاعي By the time I finish next year I'll be nearly 72 years old لما خلاص سنة جاية بأعندي 72 سنة But it's really worthwhile experience بس خبرة تستحق 30 years ago Most university students believed that When they graduated Their education had finished من 30 سنة معظم خليقي جما كنت أعتقد أنه لما يتخرج خلاص شكرا كذا بطلت تعليم They expected to get a job and work for one employer until they retired ودايما كانوا معتقلين انهم خلاص هل تخرج هنشتغل عند صاحب عمل لحد من أتقعد على سنة معاش Now students know they will probably have to change their jobs during their working lives دلوقتي الطالب لا أنا أشتغل عند شوية أشتغل هنا شوية أشتغل هنا شوية أعمل خبرة كويسة This means they will probably need new skills فأنت طبيعة تبقى محتاج مهارة جديدة And in today's world وفي العالم الحالي Lifelong learning helps them to get this تعلم مدى الحياة هو اللي بيساعد To remain imbeliable Individuals must be good Imbeliable يعني قابل للتوظيف عشان تبقى متاح ان انت تتوظف تاني Individuals الأفراد لازم يبقى كويسين The jobs they are doing And predict what skills They may need in the future كويس جدا في الشغل اللي انت بتعملوا وعارف انت المفروض يبقى معاك إيه في الفترة الجاية طري who works in the finance department of a large company in a suit واحد مثلا عندنا شغال في قسم المالي لشركة كبيرة فأسيوت note that to get a promotion شان تحصل على ترقية He must improve his computer skills لازمان يحسن مهارة الكمبيوتر His company needs highly qualified stuff شركة تحتاج stuff عالي جدا من الكفاءة So it provides courses for its employees فبتدي كورسات للموظفين طري is also doing an evening course بس طري مش بس كده لا ده بياخد كورس برر تاني Doing his job and studying is hard work But he knows it's worthwhile شغل صعب وخوار صعب وتشتيت بس تستحق نهلا زهيري lives in the meter and has young children She has a BSC in information technology IT and would like to return to work when her children are older عيزة لما عيلا تكبر ترجع تشتغل تاني She hopes to get a master's degree عيزة تحضر المجستير But the nearest university with the suitable course is in care عرب كلية فقهرة نهلا cannot leave her family فمش تقدر تتغادر وتسبع لتا So she wants to study by distance learning تعال من بعد This is when students and teachers are in different places Internet Nahla has now enrolled on an MSc course داخل تاني course and is very happy all the information she needs is on the Internet and her teachers communicate with her by email بتواصلوا بالإيميل in two years time Nahla hopes to get her master's degree تأمل أنها تحصل على درجة المجستير after studying in her own home and without leaving her family الانجوش نوتس عندنا عندنا حاجة اسمها idioms idioms يعني مصطلحات كده بيستخدموها الأجانب بس مع فراظ البربل هو make up make up معناها يتمكيجوها مثلا they made her up as an old woman for the last act of the play مكيجوها لها تبود كزماتيكس كا ستة كبيرة في الحفلة في المسرحية أو المشهد المسرحية make up بتيجمعنا يكون to form a girl's make up 56% of the student numbers البنات نسبتهم 56 من عدد الطلبة make up بتيجمعنا to invent يبتكر أو يؤلف he made up some excuses ابتكر شوية عظار about his son being sick على تعب ابنه make up بتيجمعنا complete you need one more person to make up a team فنكمل فريق make up بتيجمعنا prepare يجهز أو يعرب can you make up a bottle of milk يمش يعرب يجهز make up for تيجمعنا to compensate يعوض nothing can make up for the loss of a child فش أي حاجة تعوض فقدان طفل make up your mind or some person's mind إلي هو decide you care I must make up my mind very quickly redundant to fire to sack redundant زائد عن الحاجة يعني over the bank expects to make 15,000 stuff redundant over the next three years يعني يطاق أنه عند خمسطاشر الف stuff redundant فرد زائد عن عمل بخلال التالسينيين type fired أوسيق مفصول he was fired from his work last week because of his carelessness receptionist receptant receptionist مستلم receptionist مستلم my cousin works for as a hotel receptionist in Horgada before sending this message you should add a receptant at the end of when the end at the end of النهاية in the end في النهاية وتيجي بعض فصلة وتقول الكلام بتاعك at the end of محتاج at the end of a or like مثلا I live at the end of this street he looked for his mobile everywhere in the end he found it under the bed sensible with sensitive sensible حاكم أو عائل it's a sensible idea to do things for charity sensitive حساس مرحف don't use this cream if your skin is sensitive ندخل بعد الوقت على الجزء الخاص بالحل خالد told me that he not play basketball the day before اتفقنا ان انا بيرجع بالزمن لخطوة the day before قام اصلها yesterday اللي هي past disembed لما هرجع بها الخطوة تبقى الزمن اللي بعد past perfect هي behind blade وكده كده منتفقين انا مش اختار مضارع مدام الجملة مشية ماضي samira said that they مضارع بره مضارع بره could be seen or could see could be seen ادرو يتشافو passive طب هما ادرو يتشافو كل الكهرة لا could see ادرو يشوف the teacher suggested that قلنا suggest وrecommend يبعدهم ياما verb plus ing ياما that فاعل مصدر يعني we do say recommended نفس النظام verb ing ازددفع المصدر trying mr zaki ordered us امرنا دي بتاخد فاعل ده طو المصدر the teacher told us that russia not the biggest country in the world دي مشية ماضي بس حقيقة والحقيقة تاخد مضارع is ليلة say that she not ready now to go to the shops طي says فعل القول مضارع يبقى الفعل الاساسي برضو مضارع is والنما فيش حاسما أزبي my father advised me advise to المصدر the manager not to make us stay in late if we didn't work harder فالجملة دي كده فيها threatened تهديد حيث هاسم said that it not hot that day ماضي آه يبقى would be محمد not me that he had had a busy morning يبقى هو هنا في مفعول يبقى أخبرني يبقى told me that he man said that دمشق not the capital of Syria حقيقة آه يبقى مضارع is Kareem promised that he not us the next morning اشتقبل في الماضي يبقى would my friend suggested going verb ING of that final مصدر the man denied verb plus ING على طول يما stealing يما being stolen he didn't accuse anyone ماتهم ش اي حد يبقى هو بيونكر ان هو اتسر being stolen manel not loudly that the animal was dangerous loudly يبقى shouted زعائد the teacher told us the nile حقيقة مضارع is احمد not that he is هنا مضارع يبقى انا محتاج فعل القول يبقى مضارع يبقى says he not me that he would tell the police if I didn't go هي قول للبوليس لو انا مروحتش ممشتش يبقى free تهديد she said she not me until she had finished the ماضي تمام وuntil بعدها هادو التصريف التالت يبقى زين ناحية التانية ماضي بسيط يبقى didn't see she not me that she would never forget me ناية عمرها ما تنساني يبقى افرد اكتنا مش عرضت قدمت اتمش عطرفت لان اتمش انقرت promise to me he not that he made a mistake the night before ناية خطأ الليلة اللي اللي فاتت يبقى اما admitted يما denied انقر يما اعطر بس denied ما تنفعش لي ذات فاعل لا انا deny verb انجي يبقى admitted احمد not that we should start revising now يبقى suggested اقترح he said that he had gone to the museum and not a lot of tourists بص بابش مش في ان الا قبلها هاتو كربون زي البعض هات قن بهات سي she explains that she was hoping to visit me the not week was hoping كانت تأمل يبقى حاجة لسه امام يبقى اكيد مش حاجة lost ولا previous واشتغ اسمع earlier يبقى the following week not your room سرى said mom ابدأ بفعلي ياما ابدأ بي كفعل مباشر او don't يبقى tidy يبقى امر انا the prisoner admitted admit verb plus ing treating or being treated well during their imprisonment المساجين خلال فتر سيجنهم اكيد مش عملوا اتعملوا يوسف said a moment ago كلام منذ فترة قصيرة يبقى الزمن الجملة مضارع يبقى he's leaving my aunt not me not to eat unhealthy food يما قالت لي يما نصحت بس انهي الادق advised to me they promise that they not us as soon as they arrived ماضي النحن التانية هم ماضي هم هيتصل بنا بمجرد ما يوصل يبقى would arrive بس خليها بقى قول بادخل عليك بوز اللي بعد هلا اسكد على نقط the following Monday بعد الرابط دايما فاعل والفعل دايما ماضي يعني بعد الرابط هنا في فعل مش عايزين بعد الرابط اللي هو واطن في فعل مش عايزين طيب هنا فاعل وهنا فاعل اميز ازاي الفعل دايما ماضي يبقى would مش عايزين wait شاماسكد me نقط i walked to school الرابط بتاعها يا if يا weather يام اي دا استفهم بس weather مش detox مش عايزين ها احنا عايزين if mary ما ميز weather ها we باعل to the park الفعل دايما ماضي يبقى دول برة يبقى should go و wind هي بتسأل لو احنا should go to the park المفروض نروح ولا روح ن يبقى wind the teacher wanted to know which exams I في الماضي عندي past وعندي had past طي اميز ازاي رقع للاصل وابدأ فرق خلي that want us they have passes they have passed تمام طيب هو المدرس عاو زيارو تمام انه امتحان انا هعدي ولا عديتو عديتو يبقى في الماضي يبقى اختار الماضي اللي بعد حد التصريف التالي سوى اتنو الكتاب الناس اتنو كنت سوى عندي التصريف اللي اتنو كنت عزة ليلة اسكت سير او اتنو انتهي لقي اتنو يبهين سألتها لو استمتاد بالكتاب اذا ه Geez دي في الماضي كود يبديك المدلة على الباست السيمبل محولوش يبديك المدلة على الباست السيمبل بعد الرابط دائما الفاعل she wanted to know how much money I had الماضي had earned he just wants to know دارة how long كده الفاعل ده بره وده بره وانت اسمه دارة يبقى اخد المدارة he asked me just now وكانه منذ فترة كثيرة يبقى برضو اخد زمن الجملة do بده بفعل فعل if i take if i took ask me just now if i took محولتش الكلام محولتش الكلام سألني حالا لو انا كنت اخدت الفلوس طب لو احولها لو اشيل just now if i had taken he said that if he not a lot of money he would buy a car حالة ف التانية ودو المصدر في الناحية التانية باست simple if he had a lot of money he would buy a car I asked I asked Ali what he had done the day وعمل اي had done past يبقى جبل past before he asked him where he would go the not week would مستعبت the following week or the week after he asked me if we not go now if we should go now I asked him not he could tell me about his career يبقى لو يدري if she not me where i had eaten when يبقى she asked me where our science teacher told us the when that when metals not they expand دي حقيقة يبقى بجيب مدارة في عندي heat or heated لو الحديد سخن ولا تسخن يتسخن passive or heated he asked me not i would go with him or not مدام في or انا المفروض عارف ان اختار يا if يا wither لقيت الاثنين مدام في or ليقولك خطر wither مش if tamir ask drame not he was born if a wither مستحيل مهم that لا ده سؤال يبقى when my teacher asked me a question not i couldn't answer which i couldn't answer يبقى غيرات ما عربك teacher asked me not in first verse of the poem يبقى بعد الرابط دي ما نفعله يبقى which lines كل دول لا he asked me not i would go to the cinema or not with she asked me what بر بر مدارة ودارة يبقى i did she asked me how am was la i have i was mad the interviewer asked me not i had a driving license سألني اكيد مش ما ولا من ولا لماذا يبقى واذر لو كان معايا رخصة our teacher asked us who not to take part in the school party ماضي يبقى who مش ينفى عجيب بعدها he مش ينفى عجيب هنا الرابط تمام يبقى wanted my friend told me not sit on the wall اخبرني حاجة وحشة يبقى to والمصدر حاجة حلوة عملها يبقى to والمصدر ما عادة suggest you recommend that فعل مصدر وفربانجي يبقى المصدر يبقى we were hungry so my friend suggested فربانجي going احمد ستغطت فوتبول so mr عثمان encouraged him to join the school team the tour guide not to not to go ما يروحوش يبقى warnد حظر the ship's captain orders the sailor not harder يبقى to work teacher warned the students not to waste to ussame said من أقواس يبقى يبقى فعل مصدر we are codes دين نعط مونة to see a doctor نصيحة يبقى He asked me if he not go with me مودي اه يبقى مودي بردو if he should go with me the manager not to make us staying late if we didn't work harder حدث حمد أخبرني كريم أدمت نظر بلات باكتل 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 هي أنقارة أنها تسرعت لتأكد أن الحرامي يقتلها وبكتل نقول خلصنا الثرين سدول ونرى باكتل باكتل باكتل